بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه نتحدث في هذه الحلقة عن نعمة من أعظم نعم الله على العبد ألا وهي نعمة الستر كثير من الناس يجهر ويطلب من الصالحين الدعاء له بأن يستره الله في الدنيا والآخرة وإنها لمن أعظم النعم أن يديم الله سبحانه وتعالى ستره على عباده والستر أن لا يفضح الله العبد أن لا يفضحه في الدنيا بضائقة أو بمشهد ربما لا يليق بصالحين من عباد الله أن لا يفضحه الله في الدنيا بضائقة أو بمشهد ربما يسيء إليه عند الناس والستر أيضا يكون في الآخرة والستر أيضا يكون عند القبر وعند الدفن فلا يحتاج الإنسان لشيء إلا وسطره الله سبحانه وتعالى ولم يحوجه إلى أحد من خلقه يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديثه حينما يقول صلى الله عليه وآله وسلم يدني الله العبد منه يوم القيامة ثم يضع عليه كنفه ويقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا فيقول أي ربي فيقول رب العزة جل في علاه يا عبدي أنا سطرته عليك في الدنيا وأنا أسطره عليك يوم القيامة ولكننا نريد أن نتحدث عن الأسباب التي من أجلها يسطر الله عبده وهذه الأسباب يبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يعلمنا ويبين لنا فيقول كل أمتي معاف إلا المجاهرون قالوا ومن المجاهرين يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم العبد يبيت في معصية الله ثم يقوم فيقول لأخيه فعلت البارحة كذا وكذا من المعصية قال صلى الله عليه وسلم بات يستره ربه ثم قام ليكشف سطر الله عنه فأول سبيل إنما هو عدم المجاهرة بالأعمال السيئات والموبقات والمعاصي أما السبيل الآخر فيبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أيها الإخوة الكرام إذا أردنا أن نحصل نعمة الستر من الله في الدنيا وفي الآخرة فلا يجوز لنا أن نكشف وأن نهتك ستر المسلمين والمؤمنين خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقام في الناس وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتتبع عورات المؤمنين فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره ولو في عقر داره روايتان هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستوجب ستر الله على عباده وهو أن تستر على أخيك المسلم وقد ورد أنهم جاءوا برجل قد وقع في معصية إلى رسول الله وقالوا فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سترته بسوبك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بنعمة الستر في الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا من عباده المتقين وأن يسر لنا أمورنا وأن يصلح أحوالنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته